تحدث لكن في ناس غير مؤهلة لجراء العمليات الجراحية فنقول لهم لا تأخذون اللي هو البالونة أو الكبسولة في ناس عندهم مشاكل صحية غير أنهم غير مؤهلين ككتلة لكن عندهم مشاكل صحية أيضا بنفس الطريقة نقول لهم لا الكبسولة أو البالونة كبسولة مش عملية جراحية ولا لا لا هي فكرتها أنها بعيدة عن التدخلات الجراحية هي البالونة والكبسولة بعيدة عن التدخلات الجراحية لكن الاختلاف بينهم هي في الأخير نهاية تباحة كلها واحدة أنها بالونة طريقة التركيه مختلفة واحدة تكون في المنظار الجهاز الهضمي ويكون فيها تخدير موضعي الثانية هي الكابسولة عن طريق حبة تبلع أول ما توصل في تجويف المعدة نعملها أشعة نتأكد من مكانها نحقنها تقريبا 550 ملي تجلس أربعة أشهر بعد الأربعة أشهر تطلع الله أزكونا عن طريق الفضلات بدون أي تدخل من الجرح فقط أربعة أشهر هي تجلسها أربعة أشهر وتعطي نتائج نتائج جيدة النتائج يعني أولا النتائج تعتمد على الإنسان أو على الشخص نفسه بالتزامة بالمشي اليومي نص ساعة والابتعاد عن السكريات وعن الحلويات معدل النزول نتكلمه بين 12 إلى 15 كيلو تزيد أو تنقص حسب التزام من الشخص في الكورس في المدة الأربعة أشهر هذه تعتمد على مدى التزامة بالمشي ومدى التزامة بالبعد عن الغازيات والسكريات يعني مثلا 12 كيلو مثلا في 3 أو 4 شهور وأنا بقلل السكريات أسوي رياضة ألشأ لماذا أسويها الكبس والعليم؟ إيش الفكرة فيها؟ الفكرة فيها أنها تقلل كميات الأكل فتساعد على أنه كانها شبع والله بضضضضض وتأخر كمية إفراغ الأكل في الجهاز الهضمي فهذه الفكرة أنها تكون موجودة في بطن الإنسان لكن ما تمنع أن الأكل ولا تمنع أنه الإنسان ما يسرف في كميات عالية من السعرات